اه طبعا انتو عارفين نادين شاهين ويوسف سليمان رايحين بطولة اون فاير طبعا للسكواش اللي هتتلاقف في العاصمة واشنطن والقرعة جنبت نادين شاهين ويوسف سليمان خود الدور التمهيد اخشوا على المين دروع عشان الرنك بتاعهم العلامي كويس وكمان اكيد مش كل الستاشر الاوالي على العالم بيشاركوا ممكن يشارك عشرة فكده هي هتبقى المصنف رقم مساء يعني التاسعة العشرة يعني على حسب فطبعا جنبتها تلعب الدور التمهيد ودي تبقى حاجة كويسة البطولة من البطولات المتوسطة ومجموعة جاوزة خمسين الف دولار يوسف هيبدأ مشوارهم على الكاسبان من انجليزي ديكلان جيمس ولونييل ونينيويل كارديناس هيلعب الكاسبان منهم وما نادين هتلعب من الكاسبان من الانجليزية لوسي ترميل والفرنسية نورا فيرد هتلعب الكاسبان منهم وطبعا اتصور ان الماتش الستاشر مش هيبقى دور قوي وخليكم فاكرين احنا سهل ناخد البطولة دي ان شاء الله يعني بتبقى هي طالما بطولة متوسطة وهم مصنفين بشكل كبير فبيبقى سهل ياخدوها وممكن تتفرق معهم في النقاط ونشوف بعدها الترتيب احسن في الرنك العالمي